والله قد قسم الأرزاق بين العباد وفضل بعضهم على بعض كما يشاء سبحانه وتعالى ويرزق من يشاء مالا أو جمالا أو سلطانا وعطاياه ظاهرة خفية ولطيفة وجلية الرزق الدنيا ويحصل للمؤمن والكافر لكن هناك رزق عظيم يغفل عنه الكثيرون وهو رزق القلوب العلم والإيمان محبة الله وأرزاق لا تقدر حق قدرها فمثلا الصحة رزق الصحة كنز عظيم وتاج لا يراه إلا المرضى نعبتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فمع ضيق الأحوال المادية عند الكثير قد يغفلون عن أرزاق عظيمة قد أعطوها فينبغي التفطن لها ومعرفة قدر هذه الأرزاق حتى لا يندم الإنسان على ضياعها وقد قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحة والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى لاحظوا هذا الحديث لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم يعني الواحد تصير نفسه طيبة ما هي مكدرة ما هي مكدرة هذا من النعيم ولو قلت للإنسان إذا خيرت بين مال وفير مع اعتلال الصحة وبين صحة مع مال يسير ماذا تختار؟ يقول أحد المسنين أنا أنفق على العلاج كل شهر قرابة ستين ألفا من العلل والأمراض التي عندي بعض الناس عملياتهم تكلف ملايين دخل ابن السماك على هارون الرشيد فطلب الرشيد ماء فأتي بقلة فيها ماء مبرد فقال لابن السماك عظني قال يا أمير المؤمنين بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها؟ قال بنصف ملكي قال أشرب هنيئا فلما شرب قال أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ يعني إذا أصبحت إذا أصبحت محصورا الألم كم تشتري إخراجها؟ قال بملكي كله قال إن ملكا قيمته شربة ماء لخليق أن لا يتنافس فيه فبكى هارون رحمه الله قال بعض الحكماء كنت أنا والصحة نبحث عن المال واليوم أنا والمال نبحث عن الصحة نسأل الله العافية نسأل الله العافية ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند وقوة يومه فكأن محيزة له الدنيا من الأرزاق الخفية تعدد النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله فاذكروا آلاء الله قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فإذا كان عندك أمن في سكن أصح في بذن وماء هواء وغذاء كساء وعندك عينان وأذنان ويدان ورجلان فبأي ألاء ربكم تكذبان الأمن لا يشعر به إلا من فقده لا يعرف حقيقة نعمته إلا من فقده يعيشون حروب وقتل وخوف ورعب وقصف ومطاردة لا إله إلا الله ولا يشعر بأهمية الأطراف إلا من فقدها فإذا كان عندك رجلان قويتان تحملان هذا البدن وتنقلانه من الذي يحس بهذه النعمة الأقطع والمشلول والكسير من الذي يحس بنعمة الأمن والطمأنين الطريد الشريد الملاحق المهجر سبحان الله هذه الصورة التي تجعلنا نختلف عن البهائم تمشي على أربع نحن نمشي على رجلين والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئذة على لعلكم تشكرون ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين نعم الله متظاهرة قال الفضيل لما بكى ليلة قالوا ليش تبكي قال هل أنا يعني أحاسب نفسي هل بدت شاكرا لله أن جعل لي عينين أبصر بهما هل بدت ليلة شاكرا أن جعل لي لسانا أنطق به ويعدد في هذه النعم يا جماعة نعمة الهداية أن الله ما جعلنا جمادا ولا جعلنا حيوانا وبهائم ولا جعلنا من أهل الكفر ولا جعلنا من أهل البدعة ولا جعلنا من أهل الكبائر الضالين العصات الذين بالليل وبالنهار يتعدون حدوده إذا جعلك الله إنسانا عاقلا سميعا بصيرا من أهل السنة تعرفه تعرف دينه هذه ما هي نعمة عظيمة نحن الآن فوقنا الكواكب الشمس والقمر والليل والنهار يذهب ويأتي ومطر وزرع وسخر لنا الخيلة والأنعام ومذللة ومنقادة طيب هذا الماء العذب هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات طيب الأسماك هذه وهو الذي سخر لكم بحرا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسون طيب هذه الأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليه حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون في السفن في الماء طيب هذه العين هذه الرئتان هذا الاستنشاق الأكسجين يدخل ما يعادل ثلاثمائة مليون غرفة صغيرة في الرئتين حويصيات هوائية طيب وإذا عندك قوت وعندك نطق وبيان وعندك نطق وبيان من الناس من فقد النطقة فصار أخرس أبكب منهم من لا يكاد يبين طيب إذا عندك زوجة وغيرك ما عنده زوجة وعندك أولاد وغيرك ما عنده أولاد وعندك وظيفة وغيرك ما عنده وظيفة قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يسأل عنه يوم القيام العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد المعافاة من الأرزاق العظيمة الخفية قال عليه الصلاة والسلام اسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية رواه التلمذي وهو حديث صحيح كثير أحده في سؤال الله العافية لأنه في ناس عندهم آلام اكتئاب قلق خوف حرمان لزوم الفراش في ناس مسجونين أنت الآن هناك أناس في السجن وأنت حر طريق اللهم أن يسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ثم يسأل الله الحفظ من الأرزاق الخفية جماعة صلاح الزوجة والأولاد لو عندك زوجة صالحة هذه نعمة عظيمة لو عندك أولاد صالحين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني يعملون بطاعتك وكيف لو واحد عنده يعني شوف هذه عائلة في مدينة من مدن المسلمين بها ستة عشر ولدا كله من حفظ القرآن هذا شيء من النعيم فوق الوصف من الأرزاق الخفية راحت البال ما قال الله تعالى وأصلح بالهم يعني أمرهم شأنهم حالهم هذه كلا عبرات المفسرين أصلح بالهم أصلح معاشهم صلاح الخاطر في ناس مشتت القلب مضطرب البال يخاف رغيف خبز يابس تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه مصحفا مستنذا لسارية معتبرا بمن مضى من القرون الخالية خير من الساعات في القصور العالية تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية والله لا بد نفكر حقيقة إذا واحد عنده أمن إبراهيم سأل الأمن قبل الرزق رب يجعل هذا بلداً آمناً وارزق ألو من الثمرات أولم يروا أن جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدني عنده وقوته يوم رتبها ترتيب سبحان الله الأمن الصحة الرزق الأمن الصحة الرزق الأمن الصحة الرزق هذا الحديث وإذا عندك بركة وإذا عندك بركة ويكفيك القليل ومن أسباب البركة الصدقة وإذا كان عندك قناعة وعفاف وقلبك غني النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها الغنى غنى النفس إذا واحد عنده غنى النفس هذا أعظم من كل الأموال لأنه خرص سيكون راضي ومطمئن بما عنده وما يتطلع ولا يحسد ولا يتطلب وليس يعني قلقا ولا يشعر بالحرمان طول الوقت وهو مكدر ما عندي ما عند غيري خرص عنده غنى النفس عنده الاستغناء عن الخلق وإذا أنعم الله عليك بالتوفيق وتيسير الأمور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ومن يتقل الله يجعل له مخرجا يتقل الله يجعل له من أمره يسرا إذن هذه نعمة أخرى عظيمة وإذا وفقك الله للدعاء وأن تلجأ إليه وأن تعبد وإذا رزقك العلم وإذا رزقك الفقه إذن يا إخواني هل رأينا كم من النعم يمكن أن تكون في أيدينا ونحن غافلون على نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضله اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك